مشاهدين الكرام بباشرة ينضم إلينا من بغداد رئيس طائفة الصابع المندائيين الشيخ ستار الحلو السلام عليكم شيخ ستار نبارك لكم بداية ولكل العراقيين عيد الخليطة كيف تصفون هذه المناسبة؟ شكرا لكم وشكرا لقناة العراقية وتحية للمشاهدين الكرام باسم الحي العظيم يحتفل الصابع المندائيون هذا اليوم والأيام الخمسة القادمة بعيد الخليطة عيد البروناية وتجليات الخالق العظيم بالإفصال عن ذاته العظيمة بخلق عوالم النور العليا وهذه الأيام لا تحسب ضمن أيام السنة وإنما هي خاضعة إلى عوالم النور ففي اليوم الأول وهو هذا اليوم تجلت صفة إلايا ربا باللغة الآرامية الشرقية إلايا ربا يعني الرب العلي وفي اليوم الثاني تجلت صفة مارد ربوثة رب العظمة وفي اليوم الثالث تجلت صفة منداتهي العليم أو العالم وفي اليوم الرابع تجلت صفة الحق دموث قشطة رب الحق وفي اليوم الخامس تفجرت المياه الجارية التي يخلق منها شيء فهذه الأيام هي أيام نورانية تابعة إلى عوالم النور العليا لا ظلام فيها ولا دنس فيها نجري بها الطقوس الدينية ليلة نهار نقوم بالصباغة وصباغة المندايين وعمل الثواب إلى المتوفين وإكساء المتوفين بالملابس الدينية طيب شيخ أنتم كمكوّن رئيسي في المجتمع العراقي له بعد تاريخ كبير هل من مطالب تجدونها ملحة لأبناء الطائفة المندائية في العراق؟ والله سيدي هي مطالبنا هي مطالب كل الشعب العراقي أن يتحقق العدالة أن يتحقق الأمان أن تكون هناك للبطالة حل إلى الجميع نحن أملنا كبير بدولة رئيس الوزراء دولة السوداني بتحقيق العدالة إلى الجميع ونشد على يديه بالإجراءات التي اتخذت من أجل استقرار البلد بالشكل الصحيح نعم طيب يعني أنتم كما في المكونات الأخرى ربما سجلتم هجرة أعداد كبيرة من أبناء الصابع المندائيين بسبب الظروف المختلفة هل لديكم تنسيق وبرنامج عمل لعالة من ترك العراق أو ترك بلده لأي الأسباب كانت؟ والله هي الهجرة هي نزيف الهجرة ليست للصابع ونعم لكل المكونات وخاصة أصحاب الإختصاص الذين هاجروا وهذا أملنا كبير بأن يرجع الصابع والمسيح واليزيد والمسلم إلى بلده لكي يخدم بلده وبدل أن يخدم الآخرين ويكون علمه هناك ليستفاد منه الشعب وحقيقة هذا أملنا ورجعت عوائل إلى أربيل لفترة لكي ترى الأوضاع وأملنا كبير بعد أن تتحقق الأمان تتحقق الظروف الذي يرجع يجب أن يجد له مصدر عيش للرزق يجد له مصدر للسكن إذا توفرت هذه الأمور بالتأكيد الأغلبية ترجع طيب هل هناك لديكم إحصائية لأعداد المواطنين من أبناء الصابع المندائين ممن ترك البلد أو الأعداد المتمسكة بوطنها يعني الباقين والذين هاجروا والله الهجر أكثر من نصف أعداد الصابع بصراحة هو العدد كم يعني؟ صحيح دقيقة على المتبقين ولكنه الهجرة كبيرة أخذت منها وأخذت من كافة مكونات الشعب العراقي هذه الهجرة اللعينة التي لها أسبابها ومسبباتها نعم طيب سؤال أخير نعم فضل نعم أود أن أسجل شكري وتقديري إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وسيد رئيس مجلس النواب وسيد قاسم الأعرجي دولة المستشار وسيدة صفية السهيل ودولة كتة بابليون وسادة النواب والشخصيات من نظرة حقوق الإنسان الذين زارونا وقدموا التهاني بهذه المناسبة العظيمة طيب سؤال أخير لو سمحت شيخ ستار يعني أين تتمركز أبناء الطائف الصابع المندعين هو في بغداد المركز الرئيسي في ميسان في البصرة في الناصرية وفي أربيل وفي باقي محافظات العراق الصابع ليس لديهم منطقة واحدة مخصصة وإنما منتشرين على كل محافظات العراق نشكرك جزيلا ونتمنى لكم التوفيق والنجاح وكل عام وأنتم بخير رئيس طائفة الصابع المندعين الشيخ ستار الحلو شكرا جزيلا لك